اهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا في عالم الشعر اللي هو جزء مهم من العالم الجلدية يعني والتجميل طبعا احنا مش احنا بس العالم كله بيوسيق لشعره بلا شك وفي حركات جنونية في العالم كله عشان بس منتهمش النفسين احنا بس في ناس بتصرف تصرفات مريبة مع شعره هنا في مصر طبعا الهيتنج الـ overheating هو مرة في العالم كله واللي السشوار واللي استخدام المبالغ فيه لما تجي تتفرج على اي استعداد لمثلا فاشن شو في اي حتة في العالم تلاقي كل الناس وقفة بفارد الشعر فارد اللي هو الهيتنج دوه الحرارة للسشوار وعملين شغالين في الشعور كل المضيفات او كل العارضات الازياء وطبعا في السينما نفس الكلام فيه الخروج فيه كله فيه بره بيحطوا على دماغهم حاجات مثلا زي ما احنا شفنا كده او زي ما شايفين في الفيديو ده بيعملوا بره عاجات غريبة على الشعر عاجات مريبة بيحطوا اه بعرفش مصحوق ابيض عبارة عن ايه بودرة حاجة كده وكوكاكولا على الشعر يعني شيء غريب جدا اه يعني بيعملوا في الشعر حاجات مريبة جدا تدمروا طبعا هنا بقى بيضيفوا افكار يقولك ترميم الشعر اه تصبيت الشعر بالبوتوكس بالفيلر فالشعر يوقع فيه ناس كتير شعرها تدمر بسبب الحكاة دي طبعا واعد يقولي احنا بنشوف على الفيسبوك الناس شعرها ده ده دي بركات بواريك الناس خلص شعرها باص واللي شعرها كويس يا ريتي مقربوش منه بس طبعا فاصل الصيف كله بيروحي بواصل شمس كتير جفاف كتير مفيش مية اه زي ما انا قلتلكو شوي على طول السشوار استخدام لحاجات غير طبية تحت غير اشراف طبي مفيش اشراف طبي على الشعر فالنتيجة دلوقتي بقى هنشوف التمن بيدفع هذه الايام او كمان اسبوعين تلاتة من دلوقتي كده هتبدأ العياطة على الشعر العمال يتساقط ده غير السبغات بقى لان الصيف بيطلع منه البنات بكوارث اسمها السبغات الكتيرة اللي عملوها لشعرهم وبالتالي التمن هيكون غالي جدا تعالوا راحب بضيفاتي العزيزة واحدة من نجوم عالم الجلد النهاردة بسعد جدا بيه قبولها دعوتي النهاردة وجودها معانا النهاردة هتتكلم كلام مهم جدا مع الاسم القدير الاستاذ الدكتور اعتدالة بالصعود استشاري امراض الجلدية والتجميل ودبلومة التجميل الجلدي الفرنسية وطبعا الاسم القدير اهلا بك دكتور اعتدالة سعيد جدا بهذه السيارة اهلا بك دكتور ايمان انا اللي ببقى سعيدة جدا والله معاك وبحب قوي البرنامج هنا لان انت بتدينا مساحة نعرض فيها الحاجات الجديدة وندي هدايا للجمهور اسمها حاجات جديدة والعلم بتقدم كل يوم وازات زي ما حضرتك قلت المقدمة بتاعتك جميلة قوي ان انا بطلع من الصيف عندي مشاكل البحر والساحل الشمال الشرير والطيب والرطوبة العالية فالناس بتدخل في حاجات غلط والاسف شي زي ما حضرتك قلت بتبص على الفيسبوك وتقلت حاجات وتلاقي مكتوب عليها كم واحدة عائلين ان هما اعملوها وكويسة وكل حاجة فين وفين لما تلاقي حد كتب حصلش انهم دول لهم عصاباتهم لهم عصاباتهم طبعا وزاد عليها كمان دلوقتي الحاجات اللي بتدبع على الفيسبوك كأنها ادوية ودي كلها مضروبة يعني مش ممكن ابدا الفيسبوك بقى كارثة اه كارثة اعجبني فيلم اسمه بيت الروبي اسوس كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز مبدعين لاتنين عملوا فيلم حلو قوي اه يعني انا بعتقد ان الفيلم ده كان فكرته ادوه كمان كان محتاج يتعمل بس هو يتعمل حلو بس كان ممكن يبقى اقوى من كده كمان لانه الموضوع العصر انه هو ضمار حياة الناس بسبب السوشيال ميديا اه طبعا انت دلوقتي الناس بقت تموحها اعلى والاكسبكتيشن بتاعها مش صح يعني انا مش قادر اقول لوحدة انا جاتلي عيانة مامتها بتقولي ومن الارية في ناس طيبين قوي انا عايز اشعرها يطول في شهرين عشان جاز بعد شهرين لقيت شعرها طول كده فقلتها يبقى فين قاتلي هنا قلتلي انا محتاج عصاية سيدنا موسى عليه السلام او عصاية سندريلا مفيش حاجة اسمها كده اصلي في الاعلان البنات اللي بيجون في الاعلانات دولة في اليوتيوب والحاجات اللي بيكتبوها دي مش صح دي صور وحتى البقات اللي معروفين كان بنت كم يشعرهم طويل جدا من جنوب شهر اسيا بيجوا يعملوا الصور بتاعتهم مش صح لكن الاسف الشديد انت بقت احلام الناس اكتر من الواقع ومش قادرين يعرفوا ان في حاجة اسمها حدود للتفكير فصل الصيف كله تجاوزات تجاه الشعر بص حضرتك احنا فصل الصيف بين عاني فين تلات حاجات اولا مفيش تساقط فيه نمو في الشعر فيه تأصيب في الشعر فيها يشان في الشعر فيه تكسير في الشعر تصالفات الناس مع شعرهم يعني للأسف فيها نوع من التهور يشتزائد وفيها نوع من لم وبلاء كأن الشعر هيغفر لهم المشاكل اللي بقى بالمشاكل الاندفاع انا شفت صاحبات عمد شعره كذا عايز اعمله كذا شفت عمد اللون كذا يعني فترة وفترات اللون لابيض موضة اللون لابيض ده ما نكون سوسا مبادر ما نكون انا هنسيبه يبيض اوكي يعني بيبقى شكل رطيف لكن لما اروح اعمل بليتشنج او نزع للون الشعر احب اهدله فانا نفس اقول للناس كلها الهيشان نتيجة نقص فيتامين ده اللي بيحصل مع الشمس العالية في الصيف نتيجة الرطوبة العالية نتيجة مية البحر بطلع مغسل الشعر عطول طول النار عادة في البحر وما روح بقى استحمى فيه منتج جديد حلو انا عجبني جدا جدا وانا تأخرت عندك المرضي عشان اجربه تعرفني انا احب اجربه سكينيستا ده منتج مصري والحمد لله الحمد لله انا بقى عندنا في مصر منتجات حلوة جدا جايب الزيوت بتاعت الشامبوهات هي يعني المنتجات كلها فيها نفس التركيبة مع اختلاف الدجرين او الدرجة بتاعتها جايب الزيوت من جنو الشرق اسيا عشان تديني ترتيب لان الزيوت العادية زي زيت الزتون وزيت جوزلند بمكن يعملولي ناشفان بالشعر وحطت فيه كافيين عشان يصرع عنه هو الشعر وحط فيه سلوب الموتو وحط فيه روزميري شجرة ستر مريم الجميلة المنتج الحلوى قوي اولا احنا منحبه دايما بحيث ان انت عندك حاجة اسمها ليفين كوندشن الكوندشنر بتاعي ده مش بخسله ليه لانه هو انا عايزاه يغطي الشعر لما بنحط الكوندشنر وكان زمان بقى فيه حاجة كده بتيجي مبور سعيد كبيرة كده صفرة ومش عارف ايه ايطالي دي كانت بتوقع شعر لانها بتحط مدة معينة في مصر عندنا ممكن احط الكوندشنر ونسيبه ربع ساعة لا هي افروض دقتين فانت دوقتي هتاخد حاجة منتج يديك احساس بالرطوبة والترتيب يعني وبالصمك بتاع الشعر يتحسن من غير اي مشاكل وما تخسلهش تاخده بعد الحمام وشعر مبنون تحط عليه وفي نفس الوقت من ازدلي معاه الشامبو بتاعه اللي انا برضو جربته وعجبني جدا جدا وكوندشنر وشامبو كوندشنر اه اه بنسيبه عشعره وكمية صغيرة لان كمية كبيرة هتخلي الشعر يلزع انا عايزة كمية صغيرة وابتدي ادعاك على شعر كله خص له خص له كده واصرح شعري بس لا احتاج كريم بقى ولا جل ولا الكلام الفارغ ده ده سوبيان وبنات طبعا شباب ورجال الشامبو بتاعه نفس الكلام في حاجات جديدة بقى خالص حطين البيوتين البيوتين ده فيتامين بي بالضبط كده فيتامين بي ما بيتحطش كان في سوائل كان بيتاخد حقن بيتاخد قرص كلام ده كله ايه فيتامين بي فيتامين بي اللي هو بي 12 يعني فيتامين بي ده بيعمل لي حاجة اسمها سرعة نمو الشعر وتقليل الدورة بتاع الشعر 3 شهر الدورة صغر كده بيخلي الدورة شعر لا هتطلع بعد شهرين فبالتالي قبل ما احس بالوقوع الجديد هيكون عندي شعر جديد طلع وده حاجة جديدة خالص في السوق المصري يعني ده اللي عجبني ان في حاجة جديدة في السوق المصري وفي نفس الوقت نزلي الاسبري اللي في نفس المنتجات دي بس مزود عليه مواد تانية تطر شوية الشعر بحيث ان انا لما احطه ما حيثش بالنشفها الاسبري سهل جدا ست بقات الصبح وست بقات بالليل بحطها بخة بخة في المكان مش اللي فيه فراغ المكان اللي عنده صاد للسقوط دايما انا اقولهم حتة دي المعرضة دايما كنت بقول ان عندي بروتوكول للتعاون مع الشعر كأنه هو ماشي اوكي الجزء ده ميت لكن اللي تحت صاحي فلازم اعمل بالبصمة واقولنا بلك الطاقة بتاعت الجسم فيه طاقة للمساج اهي التب بتاع فنجر فيه طاقة للشعر للفروة الرأس فيه طاقة للبشرة كده اوكي فيه طاقة لتحت عيني دي وده اضعف حاجة تشهد لله عشان كده اضعف حاجة عندي في الاعصاب طيب لما اجي اعمل شعري كده اعمل ازاي وانا بغسله بدخل خارج ومحطش الشامبوهات دي على ايدي شامبوهات دي فيها زيوت طيارة فبالتالي ياسي حطه على الشعر موب عشارة وبتدي ادلكه كش واحد مش كمي يعني مش كتير انا دايما يقولهم دلاش الكرم المصري ده تلاقي واحدة مسك شعرها كنها بتغسل مثلا سجادة من ايه دب 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 لأ مش كده وفي نفس الوقت كمان اسيبه على شعري تلت دقائق لخمس دقائق واشتوفه لما حط الكوندرشنر بقى حاسيب الكوندرشنر فيه واسرح بيه بس كمية صغيرة كميات صغيرة الاسبري هستعمله صبح وبالليل من دلوقتي الخريف ملوش علاقة بالحر يا جماعة الخريف له علاقة بدورة جغرافية اوكي الدورة الجغرافية بتبتدي من 22 ستمبر بس فيه ناس بتبتدي عندهم بدري شوية فلازم اعمل حساب على كده يعني كتير جدا بيجيلي في عادة الوقت ناس تقول لي والله حضرتك يا شعر بيقع بيقتدي يقع اقول لها ايه دي ان فيه قوع طبيعي وفيه قوع زيادة وفيه قوع موسمي زي ما عندنا اكتئاب موسمي فانا مش عايزة تأخلك بقى في الاكتئاب موسمي وشعر بيقع دي اول حاجة تهمني اسكنيستا من الحاجات اللي عجباني جدا 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 فيها انها كمان يعني سعرها معقول فاحنا كمية كبيرة قد تدي سعر معقول لان خلي بقى حضرتك انا ساعة تجي لوحدة عايزة تعالج بس في المشكلة في ايه ان الحاجة غالية عليها فتقول لي والله يا حضرتك انت الخلايا الجزائية عندك بكذا ومش عارف ايه طيب ايه ومنشط الخلايا بكذا ليه نلجأ لكده الاول ما نبتدي الاول بحاجات البسيطة نبتدي الاول ان احنا نحافظ وبعد كده نفكر بقى ازاي هنبتدي يعني نعالج هاشان الشعر مشكلة جميرة جدا دلوقتي ومن زمان وعندنا احنا في مصر بالذات الهاشان تحس انه مستوطن يعني هتلاقي شعر المصريين عشان فيه معروف اوي عشان بطلع نعمل دفاير للعيال زماننا بكنا نعمل دفاير حتى اعمل فرعنا دفاير بتقلل التأصيفة اه اوكي وبعدين خلي بالك الشعر الكلي انت فرحان شعر كلي كده اروح نزل البحر وطلع نكشاه او اعراضه للهوى بعد الحمام لأ انا نريد ان يشف شعر كويس عشان خاطر اضمن ان ما يجلش اشرة اذا انت بتنصح الناس انها تعود مرة اخرى للدفاير الشعر اه طبعا دفاير الشعر تعمل امتى مناش في الشعر كويسة الاطفال او الناس حتى اللي عايزت تقعد مدهيرة في الشمس او كده تدفر شعرها عشان ده بيقل التأصيفة ده دفاير عناق قديمة يعني مش جايبها من مكان في الافلام بتاع الزمان على طول كنا نشوف الممثلات الجميلات على طول قاعدة بتدفر تدفر شعرها اه وتلف الدفايرها وراء الشنو ده كان زمان الدفاير دفاير العجام دي اللي يبتع الحياة اختلفت خالص يعني وفي نفس الوقت كمان لازم نشوف الشعر كويس لان انا القشرة عندي بتيجي عبارة عن فطريات الفطريات دي بتعيش على المية فلما واحدة تستحمى او تغسل شعرها او حتى ولد يغسل شعره ويوح سابه مبلول ونازل انت بتدي فرصة الفانجس ده او الفطر ده ان يعيش على شعره المية اه طبع بيحب الرطوبة الفطر ده من الامراض المعادية وزاد كمان علينا ان احنا بقينا ننام على مخدات الشي بتاعها او الكفر بتاعها مش قطن زمان كان لازم تحط بخده قطن او البلاد الصغرين يربطوا الواسهم احنا دخلين على المدرسة اوه بمنديل قطن زمان منديل راس تربيعة اسب المكان كنا بنسميها او منديل بقوية او حاجات كده حاجات اه تربيعة دي بتاع اسكندرية او منديلة بقوية بتاع مصر فده كان بيخلي الولاد يصحل صباح شعره ومتسرح نظيف الدفراتين معمولين ناشفين مشطراي اوكي ده بيفرق كتير جدا وبيساعد على سرعة نمو الشعر لان انت بتحفظ على الشعر طب بيفرد بقى النجالي اشرة فعلا الاشرة والصدفية لهم حاجة وطيفة جدا جدا انا جايبها لك معنا النهاردة اه انت جايبها لنا كمية اه معنا جايبها لكمية ايوه عشان ان في حد عام صدفية اه 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 اوكي دي اسمها مرمية المرمية ده نبات بيتزرع في سينة في فلسطين الحبيبة عبارة عن نبات زهري اللي ريح اعطرية حلو قوي هم بيستخدمون في الشاي مع البرد اولا معنا البرد سانين هو مقشر او قابط للايه للبلات سابلاي او الفيسلز فده بيعمل ايه بقى بيخلصني من الصدفية ومن قشر الشعر الله دي حاجة حلوة قوي يبقى انا ممكن استعمل الشامبو ده ولو انا عايزة اه اجرب حاجة تانية معاه او جالي قشر فعلا اروح حتى ده غالياه وعملها بخاخة وارش بعد ايه الشامبو بتاعي هل القشر اللي هو اللقب عدم النظافة قشر شعر مرض الناس النظيفة قوي اللي بتستحمى واسيبش على ما بلقول زي التانية ملونة كده التانية اسمه امل الحشرات دي امل زي اما يجي حد يقول لي اسطح حضرتك انا خايف يكون عندي جرب اقول له لا انت عندك تانية ملونة ده مش بوهاء اقول له والله يا ابني ما بوهاء طب حد اقول له يا ابني مرض الناس نظيفة التانية ملونة ليه بيطلع بيسين ما يغسل الجهاش ليه بترززفرسي كده واللي بترياز روزية قصدك اه اللي بترياز روزية اه دين مش معادية لا مش معادية ده كان زمن الفكرة دي وفي نفس الوقت ناخد على خمسشان يوم بسي فانت ما بين ما تيجي لك الاعادة بتاعتها تب خلاص هي بتخيف لوحدها البترياز روزية دي بتخيف لوحدها لا مش على طول اه البترياز روزية بيحصل لها حكتين بتبقى في الدم وترجع تاني بعد كل سنة فبنيدي علاجات لها سنوية اه ايو ايه غمضة فعلا بيحصلون بترياز فيرسي كالر لحران.... المبارقشة دي هي عارتها طين لا غمضة تنية البترياز روزية دي هي فيرس song بتخيف لوحدها البمترياز فيرسي كالر دي هي بتبقى دايما門 عند الكعانه هنا عند الشباب البنات بقينها بظهرا PvP ايه بقينها بسدراء او الرائبة هي نوع من التنية تني فيرسي كالر هي بينسموها تbuzيconomic او بترياز فيرسي كالر عذرemer او في� advise او بني ودي برضو ممكن نستعمل معا الشامبوهات بتاعة القشرة عشان نرجع تاني اللي انا بتكلم عنه اللي هو ان انا اتكلم عن حاجة اللي هيشان الشعر هيشان الشعر نقصي فيتامين دل الزنك مش حل عندك ما عنديكيش حاجة مرتبة لان الشعر من بره مع الوقت بتتجرف بتتجرف خالص خالص كل ما الشعر زجت اه الشعر بتتجرف طبعا معده سمك بتتجرف ازاي زاي البحر كم يجعل ميت البحر بتجرف الارض مش هتجرف الشعر فانا عايزة اقول لحضرك ان انا ما بستخدم الكونديشنر اللي هو ليفين كونديشنر ده بيعمل لي تغليف فاقدر انزل بيه المياه اقدر اخرج بيه في الشعر عادي ما بيحصلش فيه مشكلة المشكلة بتيجي انك انت ما تحطلوش حاجة يعني دايما انا اقول لهم لازم الواحد يكون عامل حسابه انه بيعتنب شعره زي ما بتعتنب بشرتك واحنا بلقتي الحقيقة حقيقة اعلان الجيل اللي طالع جديد بسم الله ان شاء الله نقول اطفال بعدهم كيرينجي قوي يعني انا عندي حفيدي اقول لك فين الجيل بتاع اطفال عايز حاجة للشعري اقول لشعرك نعم لسه امتى حمتيني تكلم بعد الاربعتشار سنه فالناس بقت كده نيجي بقى لحكاية الموضة انا اصلي عندي طيب شعر امتي جيلك كوفرة كده في البيته لسه حصل عندي في المكان اللي عايشة فيه يعني واحدة محترمة جدا جدا بنتها عملت شعرها بنتها عندها 12 سنه عملت شعرها فلاقيت شعر تقطع عملته ايه؟ عملته ايه؟ كويته مكوه فروحت قلتها لك المكوه دي كمطرحها بروتين بروتين كرياتين هي عملها كده ليه البنت شعرها نعم ماستحملش بتبقى مطرح بتاع دي قتلي فلاقيت كان فيه ريح غريبة قوي ما سيبش طفلة لوحدها معك وفر وراجل او ست لان انت متعرفش حديكت قصرها شعرت لها خديته كده مش من يعني هي اصداع كده شايفة ان هيبقى احلى وهو قصير في نفس الوقت كمان انا ما اعرفش المكوه دي مطرحها ايه وخلي باخدرك ان الكرياتين ده بيسقط الحمل يعني لو فيه واحدة حمل وقفة وبيتعامل الكرياتين تكسك اه تكسك وفور بالضعاية وبالضبط بيعمل تكسك للكبد بالضبط 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 عليك والله يا عيما يعني ما شاء الله يا دكتور لام انت بتقول كلام ناس متعرفوش كتير جدا جدا ان انا يحصل تشوف الجنيه يتقول لك انا ما اعطش بس اجالك تشوف الجنيه يعني فيه بشاكل كتير جدا جدا فانا الحياة اللي هو فرد الشعر بالفورمالين بال لا ضحق عليهم يعني دول كمان ما بيقولهمش اللي هيشان زي ما قدت ناصر في فيتامين دال وفيتامين دال احنا بلد مشمسة بس احنا بنقعد في الشمس بتاعت الدور تاخد مننا فيتامين دال احنا اللي بناخده بالشمس فيتامين دال سري ده مهم جدا اخده امتى اخده فترة الصبح بدري او فترة المغرب والصبح احسن طبعا الزنك من الحاجات مهمة جدا جدا متنقصة فانا لازم اعمل حساب على كده الشيب اللي بيطلع بدري بقى ده في الراتين مخزون الحديد فلما يجي لي حد واقول له اعمل لي تحليف فيتامين دال مش مهم يا دكتور لا ما ينفعش لازم فيتامين دال يتحط عشان اعرف هدي جرع قد ايه حضرك فاهمني انا مش عايز اعمل تكسيس لان انت كبد ممكن يتأثر فانا عايز اعرف هدي حبوب هدي محلول اطفال هدي حقن ودلوقتي الحقن الفيتامين دال ما عدناش مناخدها عضل انها كانت قوية جدا اتسامح انها اتاخد اورل فتكسرها على كباية الصبخ وتشطها غير بقى ان في حاجات تانية مواد مش مفروضة اخدها مع فيتامين دال يعني الناس فهمة ان انا واخد اللبن لا هيقلم تصاصه البيض اقلم تصاصه الشاي والقهوة هتقلم تصاص في فيتامين دال تاني يوم ان بياخد ده عشان اقدر اضبط الفيتامين داعي مهم جدا جدا تالت حاجة ده مهمة احنا نخرجين المهم من موسم المانجا والحديد والكلام ده كل كلوا فاكهة يا جماعة كلوا فاكهة قبل اكل بساعة اخسروا شعركو صح اعملوا كل حاجة صح عشان خاطر ما تبقاش عليك زنب لكن اللي بتمسك شعرها هتقطعو التسريح من تحت لفوق مابتديش كده كده هنزل الشعر اسلك الاول من تحت لما اجا احط الكوندش احطه خصلة خصلة زي يكون بحني شعري اوكي لما اجا اكون عندي تساقط في الشعر اشوف ايه السبب الاول حللت السبب وعرفت اه هاخده الاول وبعين بتي اكمل طيب انا عندي تساقط بسي ما عنديش تساقط قريب تساقط موسمي يبقى اخد ايه المنتج الاسبري اللي احطه على شعري عشان انا هقولك ها عارف اسمه ايه اقول انت عشان خاطر اعرف ان ده هو المهم عندي اه اخده عشان اقلل تساقط الشعر وبارشه بترية معينة على فروة الراس وادلكه الجو لما اجا اخسل شعري بقى بيدول بقى نفسهم داخل خارج كده لان هنا انا بشيل الكمية اللي موجودة سواء كان بقى اتري بقى مسامة افلة المساج ده حلو جدا بس المساج اللي بيعملوه غلط اللي هو الدايرة ده منفعش انت بتخنقه دايرة دي الوشك دايما لما يجي لحد يقوله انت عمرك غسلت السجادة لا يا طنطو والله ما غسلت السجادة قوله اه في حاجة اسمها كليم في حاجة اسمها سجاد حرير وشك ده حرير لو عملتيه كده يتقطع يبتدي يبوز يطلع لك هالات سودة يطلع لك مسام واسعة ده تعملي دايرة كده خفيفة قوي المنطقة دي شعرك ده كليم لو عملتيه كده هتنحليه فلازم تعمليه كده طبعا الحقيقة ما بيغسلوش سجاد بس بيغسلوش شعرون كليس نورتي واسعتين في هذا الحوار الممتع جدا جدا والله يا حضرتك دايما الخطوة عزيزة يا بنا نخليك هو الحقيقة انا سعيدة جدا معاك وسعيدة جدا احنا برضو منتكلم حاجات طبيعية لان نجيب حاجات مفيدة جدا في حياتنا ونفس اقول لكل البنات من فضلك وحيشان الشعر مرض مش عرض مرض لحاجة تانية في جسمك فمن فضلك علج الحاجة دي وحطي كوندوشنر ليفين كوندوشنر عشان يبقى كويس وممتاز جدا جدا ما يبقاش عندك استعداد انك انت تقولي هقص شعري مفيش قص في الخريف ومفيش سابغة في الخريف السابغة في الشتاء عشان تطول والقص في الربيع وانا فعلا ما بعليكش الشعر اللي هو مش الخالي الجزائي وكلام ده إلا في الربيع عشان تبقى فينا نتائجة أحسن يعني وربنا سهل ان الانسان له دورة حياة والشعر له دورة حياة طبعا طبعا احنا مخلوقين من طين الطراب ده بقى طين لو انا مشربتش مية الزرعة تقع طبعا وشناشا سعيدة جدا معك بنفسي نورتينها دكتور ضيفات العزيزة القمة العلمية القديرة والاسم اللي هم الأسوس دكتور اعتدالة بالسعودة ستشارع الأمراضي الجلدية والتجميل وصاحب دبلومة التجميل الجلدي واحدة من نجوم العالم الجلدي كانت في الدكتور في حوار مهم يهم كل الناس شباب والبنات وخصوصا في التوقيت ده لانه الجرائم اللي احنا راجعين عملينها في شعرنا في فصل الصيف جرائم أحيانا أحيانا بتكون خطيرة جدا يعقوبها حزن شديد جدا عند البنات وايضا اكتئاب عند الشباب لانه الشباب كما بيحب يحتفظ بشعره كويس والبنات الشعر بالنسبة لهم تج ونوسى ما ينفعش يضر يعني أرجوكم ما تسلموش شعركم لأي حد مش متخصص نورت يا دكتور عتدال شكرا شكرا خليكوا دايما مع دكتور شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر